حاجة أخيرة قبل مطلع فصل وكالعادة الانفراضات والأخبار الحصرية من خلال برنامج الترند حكام مباراة العودة بين الأهل ومازمبي المباراة يوم الجمعة اللي جاية الساعة 9 مساء بتوقيت القيران الناس تقول لي ممكن تتلاقي بعشرة عشان التوقيت الصيفي حتى الآن الكاف رسمياً قيل المباراة الساعة 9 من حكام مباراة العودة طاقم تحكيم كيني بقيادة بتر كاماكو هو الذي يدير لقاء العودة بين الأهل ومازمبي معه مساعد أول أيضاً من كينيا جيلبرت شيروت ومساعد تاني استيفان أونيانجو والحكم الرابع مش من كينيا الحكم الرابع أنا أقول لكم دلوقتي الجنسية بتاعته من جنبيا الحكم الرابع من جنبيا اسمه لامين جنبيا طيب حكام تقنية الفيديو الحكمة من موريشيوس ماريا ريفيد وعلى الإيفار مساعد إيفار مع ماريا ريفيد الجزائري لحلو بن براهم على فكرة ماريا ريفيد ولحلو بن براهم كانوا موجودين مبارح في مطش الترجي وسندانز خلصوا المباراة في تونس وجايين القاهرة بكرة موجودين على تقنية الفيديو في مباراة الأهل ومازمبي إذن حكام لقاء العودة بترقماكو الحكم الكيني والحكمة ماريا ريفيد هتكون على تقنية الفيديو ده خاص وحصري من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهل حكام الزهاب والعودة تم اختيارهم بعناية شديدة جدا قلت لكم في لقاء الزهاب قبل المطش بتلات أيام الحكم البروندي لما سألت حكم مشهود لي بالكفاءة وبالأمانة وقالوا لي أن الاختيارات لمباراة النصف النهائي حكام تم اختيارهم بعناية بعد الكوارث التحكمية التي حدثت في مباراة الضروب عن نهائي أعتقد يعني فكرة احنا بتكلم على التحكيم كتير بتيجي بأثر إيجابي الضغط الإعلامي على أخطاء التحكمية بتحصل الآلة في المباراة الإفريقية بتسمع وبتوصل للمسؤولين في الكعف وعلى هذا الأساس تم اختيار حكم بروندي الكفاءة والأمانة كانت موجودة في لقاء الزهاب والحكم الكيني أيضا يعني سألت قالوا لي حكم مشهود لي بالكفاءة والأمانة ولكن إن شاء الله بإذن المباراة تخرج بشكل إيجابي وما يكونش فيه أخطاء تحكمية لا على الأهلي ولا على ما زنبي